فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك والدليل على ذلك أنهم هم مختلفون بينهم هم مختلفون بينهم فالنصارى يستقبلون المشرق وهؤلاء يستقبلون بيت المقدس فدل على أنهم يتبعون أهواءهم حتى فيما بينهم فكيف تطمع أن يتبعوك ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم هذا تئيس لهم من أن الرسول قد عصمه الله عليه الصلاة والسلام عصمه الله من أن يتبع أهواءهم فلا يطمعون في هذا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض كما ذكرنا أن النصارى لهم قبلة واليهود لهم قبلة لماذا هذا؟ أليس الدين واحد؟ أليس العبادة لله وحده؟ وقد أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس؟ فلماذا يستقبلون المشرق؟ فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ثم قال لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم يعني هذا من باب الفرض وهو تحذير للأمة التي يمكن أن تتبعهم أو يتبعهم أحد منها أما الرسل فلا يمكن لأن الله عصمه بذلك لكن هذا من باب الافتراض والتحذير ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من الحق من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين يعني والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فإنك وضعت القبلة في غير موضعها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا ظلم لأن الظلم أنواع منه الظلم ووضع الشيء في غير موضعه منه ظلم بين العبد وبين ربه ومنه ظلم بين العبد وبين نفسه ومنه ظلم بين العبد وبين الناس فهذا من الظلم الذي بين العبد وبين ربه وبين ربه نعم إنك إذن لمن الظالمين